بسم الله الرحمن الرحيم فخامة السيد وليف شولتس المستشار الفيدرالي لجمهورية ألمانيا التحدية السيدات والسادة اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن بالغ الأسى والألم وأتقدم بخالص تعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني وأؤكد إدانة مصر لكافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكافة القوانين الدولية وأشدد على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين وأطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها معالي المستشار اسمحوا لي أن أرحب بكم في مصر في توقيت غاية في الدقة والخطورة في ضوء التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة والتحديات الإقليمية المرتبطة بهذا التصعيد فخامة المستشار إن زيارتكم لمصر تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين بلدين والتزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الصناعية في مختلف المجالات كما تتيح هذه الزيارة التنسيق والتشاور المستمر من أجل تحقيق أهدافنا وغايتنا المشتركة ولا تيأتي في مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وبما ينعكس أيضا على أمن القارة الربية السيدات والسادة لقد تناولت مباحثاتنا اليوم مع فخامة المستشار الألماني بشكل تفصيلي المواجهات العسكرية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والتصعيد العسكري في قطاع غزة الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين من الجانبين وينظر أيضا بمخاطر الجسيمة على المدنيين وعلى شعوب المنطقة كما أن الوضع الإنساني في قطاع غزة أخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة إن استمرار العمليات العسكرية الحالية سيكون له تدعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة بل تنزل بخطور التوسيع رقعة الصراع في حالة عدم تضاف الجهود كافة الأطراف الدولية والإقليمية للوقف الفوري للتصعيد الحالي لقد تناولت وفقامة المسجر شولتس الجهود المصرية من أجل احتوال الأزمة من خلال اتصالاتنا المكسفة مع طرفي الصراع وكافة الأطراف الدولية والإقليمية على مدار الأيام الماضية واتفقنا في الرؤى حول الحاجة الضرورية لعودة مصاري التهديئة وفتح أفاق جديدة للتسوية من أجل تجنب انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من العنف واتعريض حياة المدنيين للمزيد من الخطر أكدت كذلك ضروري التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيو 67 وهاصمتها القدس الشرقية واتفقنا في الرؤى مع فقامة المستشار الألماني على أهمية العمل بشكل مكسف على استئناف عملية السلام عقب احتواء التصعيد الراهن ويجاد أفاق لتسوية القضية الفلسطينيين كما عربت لفقامته عن قلق مصر البالغ من خطورة تدهر الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وشددت على ضرورة السماح بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع وتيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلاة وأكدت مجددا استمرار مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والتزامها بنقل ترك المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري لدى سماح الأوضاع بذلك أخذم في الاعتبار أن مصر لم تقم لم تقم بإغلاقه منذ اندلاع الأزمة إلا أن التطورات على الأرض وتكرار القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله كما أكدت وأكدت أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قصريا من أرضهم أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة وأكدت في هذا الصدد أن مصر ستظل على موقفها الدعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني واسمحوا لي هنا أنا تحدثي مطولا معالي المستشار في هذا الأمر وأكدت أن تصفية القضية الفلسطينية أمر غير في الخطورة وأنا حشرح كثيرا في هذا الأمر لأننا نرى أن ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس إنما هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر وهنا أنا حتكلم بمنطقة الصراحة لكل من يهموا السلام في المنطقة وأهمية أن هذا ما نقبلوش كلنا مش بس في مصر نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المصار مصار خيار استراتيجي نحرص عليه وننميه ونسعى أيضا على أن يكون هذا المصار داعم لدول أخرى للانضمام إليه أنا بس عايز أقول أن القطاع الآن تحت سيطرة الدولة الإسرائيلية وخلال السنوات الماضية مش حقول لم تنجح إسرائيل في السيطرة على بناء قدرات عسكرية للجماعات والفصائل الفلسطينية ولكن عايز أقول إيه اللي خلنا الموضوع وصل لكده هل في أفق هل في دولة فلسطينية كانت خلال العشرين ثلاثين سنة اللي فاتت نجحنا في أنها تخرج إلى النور رغم المبادرات المختلفة والقوانين المختلفة التي صدرت من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمبادرات العربية اللي تقدمت في هذا الشأن على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح ومستعدين وطرحنا ده أنها تكون في قوات أممية أو من الناتو أو قوات عربية تضمن أمن واستقرار كل من الشعب الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي والشعب الفلسطيني والمواطن الفلسطيني طب ده ما حصلش إحنا لو جينا النهاردة وجتزقنا ما يحدث الآن في فلسطين دون معرفة أسباب ده إحنا بيش بنبرر لا نبرر أبداً أي عمل يستهدف أي مدني لكن إحنا بنتكلم على أن إحنا مش عايزين أبداً وإحنا بنتناول القضايا دية اللي إحنا بنعتبرها قضية القضايا قضية القضايا قضية منطقتنا بالكامل وليها تأثير كبير جداً على الأمن والاستقرار وفي رأي عام عربي وإسلامي داعم جداً لهذا الأمر ويتابع بشدة كل ما يحدث فيها إذن فكرة النزوح أو تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر معناه بوساطة أنه حيحدث أرضاً أيضاً أمر مماثل هو تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن وبالتالي يبقى فكرة الدولة الفلسطينية اللي احنا بنتكلم عليها واللي المجتمع الدولي كله بيتكلم عليها غير قابلة للتنفيذ غير قابلة للتنفيذ لأن الأرض موجودة لكن الشعب مش موجود وبالتالي أنا بحذر من خطورة هذا الأمر بالمناسبة وأنا شرحت هذا الأمر مطوراً للسيد المستشار الذي أبدى تفاهماً وتقديراً كبيراً للفكرة الفكرة كلها أنهنا أن النقل اللاجئين المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سينة ببساطة خالص ده معه عبارة عن أن احنا بننقل فكرة المقاومة فكرة القتال من قطاع غزة إلى سينة وبالتالي تصبح سينة قاعدة للانطلاق بعمليات ضد إسرائيل وفي الحالة دي هيبقى من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وعن أمنها القومي تقوم 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 نهاردة في إطار رد فعلها تقوم تتعامل مع مصر على أن هي وتقوم بتوجيه ضربات للأراضي المصرية مصر دولة كبيرة حرست على السلام بإخلاص وبالتالي محتاجين أن كلنا نساهم في أن الاستثمار الكبير اللي عملناه في هذا السلام لا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ يبقى أمر شيء أمر مهم أننا وانا قلت هذا الأمر لفخامة المستشار وبقوله في العلن إذا كان هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في إسرائيل ممكن أو يتم نقل الفلسطينيين لحتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفيت المقاومة أو الجماعات المسلحة في حماس والجاد الإسلامي وغيره في القطاع ثم بعد كده تبقى ترجحهم إذا شاءت لكن نقلهم إلى مصر العملية العسكرية دي ممكن تستمر سنوات وهي عملية في تفاضة أقول لسه ما خلصناش الإرهاب لسه ما انتهناش من المهمة وتتحمل مصر تبعات هذا الأمر وتتحول سيناء إلى قعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل ونتحمل إحنا في مصر مسؤولية ذلك والسلام اللي إحنا عملناه كله بيتلاشى بين إيدينا في إطار فكرة لتصفية القضية الفلسطينية أنا قلت المعلن المستشار في مصر فيها 105 مليون والرأي العام المصري والرأي العام العربي يتأثر بعضه ببعض وإذا يعني استدعى الأمر أن أنا أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة فسطروا ملايين من المصريين ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر أنا بقولي الكلام دوت عشان قبل الأمور ما لأننا نحن شايفين أن عملية الحصار المطبق على القطاع أنا آسف أن أنا قطلت مع المستشار ولكن دي قضية خطيرة وعملية منع المياه والوقود والكهربا ودخول المساعدات إلى القطاع هو الهدف النهائي في النهاية هو نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى مصر وهذا أمر نحن نرفخد تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيدان السيدات والسادة لقد تناولت مع فخامة المستشار شولتس أيضا القمة التي دعت إلها مصر لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام وأكدنا أهمية أن تصفر القمة عن مخرجات تساهم في وقف التصعيد الجاري حقنا لدماء المدنيين والتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور وإعطاء دفع قوية لمسار السلام ختاما ورحب بكم مجددا فخامة المستشار أولف شولتس في مصر وأتذر على أن الزيارة تأتي في ظروف صعبة ولكن أمل أن تكون هذه الزيارة خطوة رئيسية في جهودنا لإنهاء الأزمة الحالية وتحقيق التعايش السلمي بين الشعوب شكرا فتا ترجمة نانسي قنقر